وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيب بن موسى في مدرسة الزرارة الابتدائية بإقليم تازع زيارة قصد للطلاع على سير تنزيل مشروع قافلة برمجة للجميع ومؤسسات الرياضة بحضور حصة دراسية إلى جانب التلاميذ تهم مبادئ الحاسوب والذكاء الاصطناعي والبرمجة المعلوماتية والروبوتات التربوية هذه القافلة تتهم عدد المؤسسات داخل الجهة ولكن هي أيضاً على السعيد الوطني وأتهم هذه السنة 75 ألف تلميذ التي تستفدو من استدل الحصص دي الساعتين كل واحدة في البرمجة وفي الروبوتك تعلمت القليل عن البرمجة وعن استعمال حاسوب بطريقة جيدة وأتمنى أن تأتي هذه القافلة كل عام إلى مدرستنا كيتمكن الطلاب الآخرون من التعلمهم أيضاً البرمجة للجميع مشروع يهدف إلى تعزيز الإبداع والتفكير النقدي وإيجاد الحلول لدى التلاميذ وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى ثقافة المعلوميات والبرمجة مشروع يتماشى مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026 التي تشجع على إدراج الرقمنة داخل الفصول الدراسية استفاد ما يناهز 329 تلميذ وتلميذة من هذه البرمجة والهدف هو تمكين المتعلم من أبجديات الروبوتيك والبرمجة وفي الجماعة الترابية تهل زار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدرسة المنظر الجميل الابتدائية لمعاينة سير تنزيل مشروع مؤسسات الرياضة الذي يشكل المدخل الأساسي لربط الإصلاح بالفصول الدراسية بتركيزه على تحسين التعلمات لدى التلاميذ عبر إرساء برنامج مؤسسات الرياضة في أكثر من 600 مدرسة ابتدائية عمومية خلال الموسم الحالي شكرا